أهلاً وسهلاً بكم في قناة اكتشف مصر هتكلم النهاردة عن الخدوي إسماعيل وقبل مبدأ عايزكم تشتركوا في القناة لأن لسه مشتركش اعملوا شيروا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة أهلاً بكم مرة تانية حكم الخدوي إسماعيل مصر من عام 1863 إلى عام 1879 تم في عهده حفر قناة السويس كان يريد أن يورس الحكم من بعده لابنه دفع رشوة كبيرة تقدر بمبلغ 60 ألف جنيه دهب للعثمانيين من أجل تغيير نظام وراسة العرش في مصر بحيث يحكم مصر من بعده ابنه محمد توفيق استقلت مصر عن الدولة العثمانية في عهد الخدوي إسماعيل وكان ذلك بشروط من السلطان العثماني والشروط هي رفع السلطان العثماني الجزية السنوية التي تدفعها مصر للدولة العثمانية من ربعمائة ألف جنيه إلى سبعمائة وخمسين ألف جنيه مما اضطر الخدوي إسماعيل إلى فرض ضرائب باهزة على الشعب المصري استدانى الخدوي إسماعيل تلاتة مليون جنيه من البنوك الأوروبية بمعنى أنه استدانى أو استلف من الدول الأوروبية تلاتة مليون جنيه انفصلت مصر عن الدولة العثمانية وأصبح الحكم موراثي لأكبر أبناء الخدوي إسماعيل ابنه المسمى باسم الخدوي توفيق هو اسم محمد توفيق بس المحاكم مصر اتعرف باسم الخدوي توفيق اللي هو ابن الخدوي إسماعيل زد عدد الجيش المصري إلى تلاتين ألف جندي بدلا من تمنتاشر ألف جندي بسبب أو حسب الفرمان الذي صدر في أيام محمد علي في اتفاقية لندن عام 1840 يعني زاد عدد الجيش في عهد الخدوي إسماعيل اللي قدم رشوة للدولة العثمانية عشان يقدر يقوم بهذه الأعمال أصدر الخدوي إسماعيل عملة خاصة لمصر بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية ما هو دافع بقى حصل الخدوي إسماعيل على لقب خدوي بدلا من الوالي بمعنى أنه أصبح خدوي مصر بدلا من أن يكون والي على مصر من قبل الدولة العثمانية ولقب الخدوي معناه المعظم حصل الخدوي إسماعيل على فرمان بحق الاستدانة من الخارج دون الرجوع للدولة العثمانية وبموجب هذا الفرمان استدان الخدوي إسماعيل أموالا كثيرة من أوروبا زي ما أنا قلت لكم قبل كده تم حفر قناة السويس في عصر الخدوي إسماعيل وفي عام 1869 أقام الخدوي إسماعيل حفل كبير لفتاح قناة السويس شوفوا الحفلة في الصورة قدامكم وكان عازم الملكة أجوني زوجة نابليون الثالث وهو هنا بيحتفل حسب الصورة دي بفتاح قناة السويس سنة 1869 طبعا هو صرف فلوس كتيرة جدا في هذه الحفلة وفي أثناء حفر القناة تم إجبار مليون ومئتين ألف جنيه يعني إيه الكلام دوت يعني عايز أقول أن مليون مصري ومئتين ألف تم وضعهم لحفر قناة السويس ومات حوالي 120 ألف شخص مصري أثناء الحفر توسع الخدو إسماعيل في مساحة مصر فضم السودان وأريتريا وجيبوتي والصومال وساح الخليج العقبة وأوغندا كل الدول دي والمناطق دي أصبحت تنتمي إلى مصر يعني بقت مصر توسعت جدا قاد جنرال سويسري الجيش المصري يعني ما حطت جنرال علشان يقود الجيش المصري كان جنرال أجنبي من سويسرا وليه حطه علشان يقوم بالحرب ضد أسيوبيا اللي كانت عايزة تهاجم مصر وتعمل معها مشاكل بسبب توسع الخدو إسماعيل في الدول الأفريقية ما عجبش أسيوبيا ولكن تم هزيمة الجيش المصري في أسيوبيا عام 1874 دي مشكلة كبيرة إنه هو حاول يضم الدول دي كلها لمصر كتير قوي اللي هي الدول الأفريقية السودان وأريتريا وجيبوتي والصومال وساح الخليج العقبة وأوغندا ولكن المعركة ضد أسيوبيا بقت بالفشل للجيش المصري لقد هزم الجيش المصري في الحرب ضد أسيوبيا أيام الخدو إسماعيل كان في الجيش المصري ضباط أجانب يعني الحقيقة كان في الجيش المصري ضباط من فرنسا يعملون مع القادة الأجانب للجيش المصري وأنا قلت لكم أن قائد الجيش كان أجنبي طبعا الضباط دول الأجانب كانوا بيعطوا للجيش الأسيوبي أسرار عن مصر قدت إلى هزيمة الجيش المصري ما هو موقف الدول الأوروبية من التوسع المصري في أفريقيا يعني هل الدول الأوروبية بصت على الخديوي وهو بيتوسع في أفريقيا وعجبهم ولا إيه اللي حصل بالزبط الإجابة على كده رفضت الدول الأوروبية التوسع المصري في أفريقيا وبذلك فقدت مصر مستعمراتها في أفريقيا احتلت الدول الأوروبية الدول الأفريقية التي كانت تنتمي لمصر أيام الخديوي إسماعيل يعني بدل الدول دي اللي هو عارف يتوسع فيها وتنضم المصر احتلتها الدول الأوروبية طمعا فيها طبعا ده بيدل على طمع الدول الأوروبية معنى ذلك أن التوسعات التي قام بها الخديوي إسماعيل كانت تتعارض مع المصالح الأوروبية لأن الدول الأوروبية كانت طامعة في تلك الدول وبالفعل استطاعت الدول الأوروبية أن تحتل الدول الأوروبية بدلا من حصول الخديوي إسماعيل عليها سيطر الأجانب على الاقتصاد المصري بعد أن قسرت الديون من الدول الأوروبية التي حصل عليها الخديوي إسماعيل طبعا ده أدى إلى إفقار مصر تم عزل الخديوي إسماعيل من قبل السلطان عبد الحميد اللي هو السلطان العثماني عبد الحميد عزل الخديوي إسماعيل عام 1879 وتم عزل الخديوي إسماعيل بمساعدة إنجلترا وفرنسا عاش الخديوي إسماعيل بعد أن تم عزله وتركه لمصر في منفاه في إيطاليا تولى بعد عزل الخديوي إسماعيل ابنه الخديوي توفيق اللي كان اسمه محمد توفيق فتولى الخديوي توفيق الحكم بعد عزل الخديوي إسماعيل الخديوي إسماعيل هو اللي استدعى لا هو الخديوي توفيق أنا أقصد هنا الخديوي توفيق هو اللي استدعى الجيش البريطاني ليحتل مصر فاحتلت بريطانيا مصر في عام 1882 في عصر الخدوى توفيق ابن الخدوى إسماعيل ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة أتمنى أن يكون نالقي إعجابكم اشتركوا في القناة للي لسه مشتركش اعملوا لايك لايك مهم جدا عشان يترفع الفيديو والكل يستفاد وشايروا الفيديو ده وكمان لو ممكن تفعيلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة شكرا ليكم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة كان معكم محمد مصطفى سلام عليكم